أنا ممكن من فترة طويلة بنواف وقلت سنة وقتها سبعين أبل مئة من المشوار ليش؟ مش بس مثل ما البعض الوصلاوي يقول أنت أريد أن تخدرنا لا، لأن عندك الحين من اليوم أحسب الجولة العشرين مع العين الجولة العشرين مع العين حتى تأجيل الجولة؟ المهم، نحن نتكلم حسب الجدول الموضوع الحين الجولة العشرين مع العين قبل مواجهة العين يعني يبعى مع خورفكان ومع عجبان ومع حتى ثلاث مبارئة أنا ما أقلل من قيمة الفرق الفائزة خاصة أن منهم فريقين هم اللي تعادلوا مع الوصل عجبان وخورفكان ولكن أعتقد أن الوصل استوعى بالدرس لذلك عندما يوصل للجولة العشرين حتى لو العين وصل الفوز يعني فارق الخمس نقاط استمر ما نقول للجولة العشرين إذا فاز على العين زاد الفارق إلى ثمان نقاط يعني طلع على العين برا بعدها عنده الجولة خمس وعشرين من المنافسين المباشرين نتكلم الجولة خمس وعشرين مع شباب الأهلي فأنا أتوقع أن السبعين بالليمية بتستمر معه إلى مباراة العين في مباراة العين إذا قدر أن يجتاز العين حتى لو ظل الفارق خمس نقاط أنا ما أقول للعين تعثر حتى لو عين فاز وصل إلى الجولة العشرين وفاز على العين أعتقد أنه وصل أكثر من خمس شكرا اشتركوا في القناة